موسيقى السلام عليكم المحاضرة الخامسة عشر من الفصل الثالث الاتزان الايوني المحاضرتنا لهذا اليوم راح تكون حول الامثلة او المسائل عن الاملاح النوع الثالث شرحنا المحاضرة السابقة الاملاح بالنسبة للنوع التالك للاملاح التعاليل واليوم راح نشرح المسائل وراح تكون هاي المحاضرة هي للأحياء فقط مثل ما اتفقنا المسائل للأحياء فقط والشرح هو للتطبيق فهاي المحاضرة للتطبيق والأحياء لكن هاي المحاضرة راح تكون للأحياء فقط فنجي نشوف هذا الجدول هذا الجدول هو عبارة عن القوانين اللي راح تكون للأحيائي. فتشوفون أول قانون اللي هو ال-KH يساوي KW على KB. هذا نفسه كان بالنوع الثاني. اللي هو لنستخدم ال-KA بدل ال-KB. وعدنا هذا نفسه القانون بالنوع الثاني. العفو. وعدنا هذا القانون نفسه كان بالنوع الثاني لكن ابو كان كان هناك KA هنا صار KB وهذا نفسه عندنا بس مكان ال-H الموجب كان O-H سادب لأنه هذا الحامض راح تتعامل وليه الحامض. ذلك كان نتحامل للقاعدة وهناي نفس هذا تقريبا نفسه كان بالنوع الثاني. بس لكن هو كان فيه H تساوي نصف BKW زائد BKA زائد لغارة C. هناك بالنوع الثاني. بالنوع الثاني كان زائد هنا صار ناقص هنا صار ناقص BKW ناقصا BKB ناقصا لغارة C. فلازم تنتبهون على القوانين اللي هنا وبين القوانين اللي هناك. شو نعرف هذا القانون ولو ذاك القانون شوف انتبه لي. إذا كاي بي معناتها هذاني. الى كان medida كان كاي اي معنات النوع الثاني. شو نعرف الحاموض iheno انتاك tänي ايه الى كان اذا انتذه ac اذا انطاني كاي بي معناتها هذا النوع الثاني فأجي نجعل الصفحة اللي بعدها اللي هي هاي الصفحة طبعا هذي مثل ما اتفقنا بالنوع الثاني كان الحالات اللي كناعرف منها هذي الملح قاعدي وهنا أيضا هذي الأنواع هذي ما نحتاج نقراها لأنه مو مهمات بالنسبة أن الحالات اللي نعرف فيها هذي الملح قاعدي مو مهمة وما تحتاجون تقرأ تقروها فلا الدفور روحكم بيها نجي إلى مثال 28 اللي هو مثال 3-12 بالنسبة للأحيائي فقط مثل ما اتفقنا فلنجع عليه شي يقول يقول احسب قيمة PH احسب قيمة PH لملح كلوريد الأمونيوم تركيزه هذا تركيز شنو هو قل لي ملح كلوريد الأمونيوم جاءت تركيزه هذا تركيز الملح اللي هو 0.2 مولاري المن النثاب التفكك الأمونية هنا عندي الأمونية اللي هي NH3 هذا شنو اي إذن كي بي وريد PH وعندي ملح إذن مية بالمية القانون تساوي نصف تحقوس P K W ناقصا P K B ناقصا لغارة وريد لغارة وريد لغارة ويساوي ويساوي ناقص تحقوس لغارة الواحد بوينت ثمانية زائد لغارة لغارة العشرة والسالب خمسة ويساوي نزل الناقص لغارة واحد بوينت ثمانية من طينية صفر بوينت ستة وعشرين لغارة العشرة والسالب خمسة اتفقنا لغارة عشرة والسالب ناخذ الأس فقط ناخذ الأس سالب خمسة في موجب نصير ناقص خمسة نطرح ناقص خمسة زائد صفر بوينت ستة وعشرين يطلع لي السالب أربعة بوينت أربعة وسبعين نضربها في السالب طبعا هي سالب أربعة بوينت أربعة وسبعين في السالب فصير موجب أربعة بوينت أربعة وسبعين وهذه هي قيمة P K B بعد ذلك نجي نوجد P K W P K W وتساوي ناقص لغارة ال K W وتساوي ناقص لغارة العشرة السناقص أربعة عشرة وتساوي عشرة السناقص أربعة عشرة لغارة عشرة integral سالب أربعة عشر سالب في السالب يصير موجب أربعة 14 وهذه هي ال K W بعد ذلك لازم أوجد لغارة لغارتم لغارتم السي ويساوي لغارتم 0.2 معناتها 2 في 10 السالب 1 ووزع لغارتم لغارتم الثنين زائد لغارتم العشرة السالب 1 ويساوي لغارتم الثنين نطينيها بالسؤال 0.3 0.3 لغارتم العشرة السالب 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 زائد 0.3 ويساوي ناقص 0.7 وهذه هي لغارتم الثنين هسا أجياء أطبق القانون وأعوض شلو القانون ماتي؟ تساوي نصف في أجياء تساوي نصف نزلها افتح قوس PKW وجدتها 14 ناقصا PKB PKB اجياء أكتبها 4.74 فأجياء أكتبها موجب في السالب موجب ألعفو سالب تصير 4.74 هسا أجياء أكتب ناقص اجياء أكتب لغارتم السي أعوض لغارتم السي أجياء لغارتم السي يجياء سالب 0.7 سالب في السالب تصير موجب 0.7 هسا أجي أكمل وتساوي شا اتفقنا أنزل النصف وأوجد الناتج بين الأقواس وبعد ذلك يلا أضربها في النصف فأوجد الناتج وأضربها بالنصف يطلع لي ويساوي الناتج 4.98 وهذا هو المطلوب من عندي بالنسبة إلى مثال 28 نجي إلى مثال 29 مثال 29 أيضا هو الأحياء فقط لأن هذه الأمثلة فقط للأحياء أصلا هاي المحاضرة هي أصلا للأحياء فقط فنجي يقول تحسب قيمة رايد P-O-H لملح نترات الأمونيوم زين أنا ما عندي قانون P-P-O-H أنا عندي قانون شنو P-P-H نصح بس أنا شا سوي أوجد ال-P-H بعدين أطبق هذا القانون شوفوا هذا هو القانون P-H زائد P-O-H يساوي 14 فنفس السؤال السابق فرح أحلع على الملزمة مباشرة هسا أجي بس لازم أحدد هذا نوع ثاني له نوع ثالث هذا نوع ثاني له نوع الثالث أجي أشوفها يقول أحسن قيمة P-O-H لملح نترات الأمونيوم N-H4 N-O-3 تركيزه هلقل هذا C ومنطيني P-K-B مباشرة ما دام منطيني P-K-B معناته شنو هاد معناته هاد النوع الثالث جيش النوع الثالث لأن النوع الثالث شي يقول P-K-B P-K-B فإذن راح أطبق قالون P-H تساوي نصف افتح قوس P-K-B ناقصا P-K-B ناقصا لغارة C هلس لازم أوجد واحد واحد فان سويت P-K-B منطيني نياها مباشرة ما أحتاج أوجدها فأحتاج أوجد P-K-B وأحتاج أوجد لغارة C فإجيت قلت P-K-B وتساوي ناقص لغارة وتساوي ناقص لغارة بالعشر وسناقص ارباط عشر وتساوي ارباط عشر ولغارة و بanstينeenth هو منطيني رأسا بقعد لغارة C لا غارة للغارة 0.5 على 0.5 تعني يعني تساوي لغارة بالخمسة بالعشر السالب واحد لغارة للخمسة هو منطين اياها بالسؤال 0.7 ولغارة بالعشر السالب واحد ناقص واحد 0.7 ناقص واحد وتساوي ناقص 0.3 حس اجي اعوض اجي اعوض وتساوي نصف تحقاوس PKW 14 PKB منطينيها 4.74 وهي موجب في الناقص حسير ناقص 4.4 70 حسناقص لغارة مالسي وجدتها سالب 0.3 فسالب في السالب اصير موجب 0.3 حسنا اوجد ما بين الاقواص اول شي اجمع بعدين اطرح ناقصا 4.74 اوجد الناتج وقسمه على اثنين ويساوي الناتج هو 4.78 وسبعين هذا شنو؟ هذا البي اتج لكن انا ما اريد البي اتج انا اريد البي اتج فاجي بكل سهولة اقل لبي اتج زائد بي اتج ويساوي 14 البي اتج اجد بي اتج وجدتها اذا اذا بي او اتج تساوي 14 ناقصا 4.78 وتساوي 9.22 وهذه هي البي او اتج المطلوبة من عندي وينتهي السؤال تنتهي السؤال وينتهيها هاي الصفحة نجي الى الصفحة البعادي اللي هي هاي الصفحة اللي هي طبعا هذا السؤال حلينا بالمخاضرة السابقة اللي هي كانت الاحيائي والتطبيقي فنجي الى مثال 3 هو المثال الاخير بالمخاضرة وفي موضوع الاملاح شوف هذا المثال يتكون من احسب قيمة بي اتج والأو اتج السالب لمحاليل الاملاح الاتية اريد البي اتج وريد الو اتج السالب يعني مطلبين بي لكن مطلبين لثلاث مطالب شنو يعني مطلبين الاولا والثانيا وبالصفحة اللخر راح تشوفون الثالثة الاولا والثانيا والثالثة ثلاث انواع من الاملاح كل ملح يريد الى البي اتج ويريد الى الو اتج السالب ما بي اي شي مجرد تطبيق مباشر خلينا نجي نشوف الاول الملح الاول يقول احسب قيمة البي اتج والأو اتج لمحاليل الاملاح القاتية اولا صفر بوينت واحد مولاري هذا السي اللي هو تركيز الملح سياني دو الصوديوم حسا انا ما راح اشتق وما ادري شنو حالاجي اشوف منطيني كي اي لو كي بي الى منطيني كي اي معنات النوع الثاني الى منطيني كي بي معنات النوع الثالث اجي اشوف منطيني كي اي ماذا منطيني كي اي معنات هذا النوع الثاني فأجي يريد PH إذن PH تساوي نصف PKW زائد زائد PKA زائد لغارة المسي ليش زائد؟ لأنه النوع الثاني بالنوع الثالث شنو؟ ناقص ناقص ومكان الPKA أكو PKB هل سأجي KA منطيني أول شي أحول أوجد الPKW PKW تساوي ناقص لغارة الم الKW وتساوي ناقص لغارة الم العشرة السالب 14 وتساوي 14 بعدين أوجد الPKA أيضا ما بيها أي شي PKW تساوي ناقص لغارة الم الKW تساوي ناقص لغارة الم 4.9 في 10 السالب 10 هذا اللي هو منطيني أوزع اللغارة الم على أول وعه الثاني وتساوي ناقص لغارة الم 4.9 زائد لغارة الم العشرة السالب 10 وتساوي لغارة الم ال4.9 هو منطيني صفر بوينت سبعة فنزلتها صفر بوينت سبعة ناقص عشرة اللي هي لغارتم العشرة والسالب عشرة سالب عشرة نطرح عشر ناقص عشرة زائل صفر بوينت سبعة تطلع لي تسعة بوينت ثلاثة سالب في السالب وتطلع لي تسعة بوينت ثلاثة ضربنا سالب لانه شرط الكبير عشرة سالب عشرة فسالب في السالب طلعت لي موجب تسعة بوينت ثلاثة بعد ذلك وجدت لغارة السي وتساوي لغارة العشرة السالبة واحد وتساوي ناقص واحد عوضت وجدت بين الأقواس بعدين قسمت على ثنيين وطلع لي داعش بوينت خمسطعش بعدين شي يريد مني يريد مني الـ OH لنفس الملح عندي قانون أنا عندي قانون بالنوع الثاني عندي قانون للـ OH لكن بالنوع الثالث ما عندي قانون للـ OH عندي قانون بس للـ H هذا لازم تنتبهوله في الـ H يطبق قانون OH يساوي KW في C على K-A تحت الجدر الـ KW 10-14 C 10-1 والـ K-A 4.9 في عشرة السالب عشرة وحدتهم سويتها تقدر تقول 1 في 10-15 نفس الشي ماكو اي مشكلة وجدت الناتج منطيني هو الجدر طبعا هذا شوفون هذا الثانية هذا نفسه مثال موجود بالنوع الثاني من أمثلة النوع الثاني نفس الأرقام موجودة هناك فما عندكم مشكلة تقدرون أيضا ترجعو له وهو ما بأي شي نجي إلى ثانية ثانية نوع آخر من الأملاح نوع آخر من الأملاح خلو نشوفه شنو هو نترات الأمونيوم هذا سي تركيز نترات الأمونيوم ملح مدام نترات أمونيوم معناتها ملح أجيش منطيني منطيني كيبي تبو منطيني كيبي ما دام كيبي معناتها هذا ملح من النوع الثالث ملح من النوع الثالث رايب في أج وتركيز الأوات ما بيشي في أج تساوي نصف في كي دابليو ناقص في كيبي ناقص لغارة م السي في كي دابليو تساوي ناقص لغارة م كي دابليو تساوي ناقص لغارة م عشرس ناقص أرباط عشرس وتساوي أرباط عشرس هذا هو نفسه كل مثالك أيضا نجي إلى بي كيبي هذا نفسه أيضاً بالمثال السابق شرحنا ناقص لغارة الكيبي وسecte هاوا ناقص لغارة م 1.8 في عشرس ناقص خمسة سأناقص لغارة م 1.8 زاد لغارة م عشرس ناقص خمسة وجدت الناتج الي هو أربعة بوينت أربعة وسبعين الي هو نفسه وجدته بالمثال السابق واللغارتم السي منطيني لغارتم الخمسة وعشرين طبعا تنتبهون هنا منطيني لغارتم الثنين بوينت خمسة هنا منطيني لغارتم الصفر بوينت خمسة وعشرين فلازم احرك البوينت مرتبة وحوله في عشرة اثناقص واحد ليش حتى اوجد اللغارتم ماته فحركت البوينت مرتبة وخليتها في عشر أس ناقص واحد وتساوي لغارة مثين بوينت خمسة زائل لغارة مثين بوينت خمسة صفر بوينت أربعة ناقص واحد ويطلع لي ناقص صفر بوينت ستة عوضت بالقانون ووجدت الناتج شو قالي هذا ما البي اتش هس يريد مني الو اتش تركيز الو اتش لأنه مو نوع ثاني لأنه هو من النوع الثاني فما عندي قانون للو اتش شو عندي عندي قانون للأتش الموجب عندي قانون الأتش الموجب شنو هو تركيز الأتش الموجب يساوي كي دابليو في سي على كيوي هذا قانون من الأتش الموجب أجي أعوض الكي دابليو واحد في عشر أس ناقص أرباطعش السي منطينيها بالسؤال اللي هي اثنين طبعا هي صفر بوينت خمسة وعشرين قدرون تبقوها صفر بوينت خمسة وعشرين وتقدرون تحولوها مثلا ما عندي محولها تنين بوينت خمسة في العشر أس ناقص واحد أنا محرك البوينت حتى أسوي مرتبة بمرتبة قدرون أنتو مثل ما علمتكم تخلون مرت صفر لجوة وتنهون الموضوع على واحد بوينت ثمانية في عشر أس ناقص خمسة تقسمون وتضربون وتجدون الناتج بكل سهولة بعد ما وجدتوا تركيز اله طبعا هنا ايش نقدر نقول نقدر نقول اكو قانون اللي هو تركيز اله الموجب اللي انتو حافظينه في تركيز اله السالب ويساوي عشرة أس ناقص أربعة عشر أنا سويت مباشرة طبقت فهو هذا القانون أنا عندي تركيز اله وأحتاج تركيز اله فشغل تركيز اله السالب يساوي واحد في عشرة أس ناقص أربعة عشر اللي هو هذا على تركيز اله اللي وجدته وتساوي ثمانية بوينت خمسة في عشرة أس ناقص عشرة هذا هو تركيز الـ OH من القانون نجي إلى ثالثا اللي هي النقطة الأخيرة ثالثا يقول 0.5 هذا C تركيز الملح ملح نترات الصوديوم تنتبهون على هذا الملح هذا الملح ما بنطيني لا كي أي ولا كي بي ليش لأنه هذا الملح مشتق من قاعدة قوية اللي هي الـ OH و حامض قوي اللي هو حامض النتريك الـ HNO3 فقاعدة قوية و حامض قوي إذن هو ملح متعادل لما يكون الملح متعادل الـ pH مالتا تساوي 7 شا اتفقنا مثل المي المي متعادل الـ pH مالتا 7 والـ pH 7 تركيز الـ H 10 أس ناقص 7 تركيز الـ OH 10 أس ناقص 7 فإذن أجي الملح مشتق من قاعدة قوية و حامض قوي لذا لا يعاني أي تحل المائي و يكون محلوله المائي متعادل الـ pH تساوي 7 وتركيز الـ OH السالب يساوي 10 أس ناقص 7 و ينتهي السؤال هذا المثال يحوي هذا المثال الأخير يحوي على الثلاث أنواع بوقت واحد فهو مثال يعني تقريبا يشمل كل الأمثلة أو كل المسائل الخاصة بالأملاح إلى هنا ينتهي موضوع الأملاح و إن شاء الله شرحنا كل تفاصيلك و إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون حول تأثير الأيون المشترك و مسائلة وشرح الأيون المشترك